بضع درجات عدى هذا جندي العراقي خطوة خطوة قبل بلغه اللحظة الحاسمة مشاعر الفرح التي غمرت الجميع لم تنسي جنود العراقيين بأن هناك خطوات كثيرة شقة لا تزال تفصلهم عن النصر الحقيقي الحكومة روجت لخبر تحرير الرمادي وأعلنته بداية حاسمة للعام المقبل والذي قالت إنه سيكون عاما لهزيمة داعش بشكل نهائي تحرير الرمادي بلا شك أهم انتصار يسجله الجيش العراقي في معركته المعلنة ضد التنظيم إلا أن خريطة البلاد بالمجمل تذكر الأطراف كافة بحجم التحديات القابعة في أفقها التنظيم لا يزال مسيطرا على أجزاء كبيرة من العراق تتصل بكياناته الموجودة في سوريا وذلك على الرغم من كل الإحصاءات الميدانية والتي أشارت إلى خسارة داعش لأكثر من 30% من أراضيه في العراق من مناطقه لا يزال داعش قادرا على التخطيط وشن الهجمات في محاولات لم تتوقف للتمدد ما بعد الرمادي بديهيا تتجه أنظار جميع صوب الموصل عاصمة التنظيم المزعومة في العراق في معركة لا بد أن تمر عبر محافظة صلاح الدين ومدنها وهي مناطق كان التنظيم قد وصل إليها قبل أكثر من عام وفي إطار ما بعد الرمادي كذلك لا بد من استمرار المعارك لضمان تحرير الأنبار بمجملها الهدف الأبرز هنا الفلوجة واستعادة الفلوجة التي يسعى إليها الجيش ستعني ضربة موجعة للتنظيم فالفلوجة كبرى مدن الأنبار وأول إمارة أعلنها داعش في العراق مهما حملت صور استعادة الرمادي من دلالات إيجابية وعلى رأسها تلك التي اعتبرتها حدثا أعاد للجيش معنوياته وللعراقيين الثقة بجيشه يبقى هناك الكثير ما يثير القلق فالمعركة لم تنتهي وهناك مخاوف من هجمات مضادة قد يقوم بها التنظيم خاصة مع احتفاظ عناصره ببعض الجيوب شرقي المدينة من نتائج المعركة كذلك مخاوف سياسية من انفجار صراعات عشائرية داخل الأنبار وغيرها وذلك وفق تحليلات عراقية المعركة التي استبعدت منها قوات الحج الشعبي الشيعية حسمت بمشاركة من القوات المحلية وما أطحى يعرف بالحج العشائري الأمر الذي يرى فيه البعض انتصارا عراقيا بامتياز في حين يرى فيه آخرون انتصارا سنيا وتكرارا لسيناريو الصحوات ولكن بعيدا عن التحسبات والمخاوف يشكل تحرير الرمادي نقطة تحول استراتيجية على خارطة مكافحة الأرهاب نقطة قد تربط سماء العراق بالسورية في تنسيق بين التحالفات الكافة لتوحيد الجبهات وتطويق داعش وفق تحليلات كثيرة تحوم في الأجواء اليوم ترجمة نانسي قنقر